السلام عليكم اهلا بكم يا اصدقائي انا صديقتكم الجديدة جميلة هيا اتيدوا ان تعرفوني بانفسكم واحدا واحدا ارسلوا لي اسماءكم واعماركم ساحكي لكم اليوم عن مغامرة جديدة من مغامراته هيا لننطلق ذهبت في الاجازة مع والدي لنزور صديق ابي وعائلته في امريكا الشمالية عند وصولنا قرر الاباء ان ننطلق جميعا في رحلة الى الحقول والمزارة ورأيت يا اصدقائي كائن جميل ولونه جميل جدا وحجمها صغير في حجم واحد سنتيمتر تقريبا من انت؟ انا الضعصوقة اين بيتك يا ضعصوقة؟ اعيش في كل العالم بجوار الانهار وفي الغابات والحقول والمدن والضواحي واكثر في فصل الربيع حتى الخريف وفي الشتاء اختبئ تحت الصخور وجذوع الاشجار وفي المنازل ايضا من اي فصيلة انت يا ضعصوقة؟ الضعصقيات من فصيلة الخنافس لها الوان عديدة لكني اتميز باللون الاحمر واشقائي لونهم اصفر وبرتقالي وبنا نقط سوداء انت جميلة حقا ماذا تأكلين يا ضعصوقة؟ اكل الافات الصغيرة تضارة بالنباتات كم عمرك يا ضعصوقة؟ يطروح عمري ما بين سنتين الى ثلاث سنوات انتبه انتبه يا ضعصوقة خذي حذرك قد هاجمتها الضفضعة وكادت تأكلها لو لان افتعلت الضعصوقة انها ميتة بالفعل كنت اصدق انها ماتت بالفعل ولكن ما زالت على سقيد الحياة نعم يا جميلة هذه وسيلة دفاعي عن نفسي من الضفاضع فالضفاضع تأكل الضعصوقيات والطيور ايضا تأكلنا لذا يجب ان ننتبه ونأخذ حذرنا واستطيع ان افرز مادة زيط رائحة كريهة من رجبتي كي ابعد عني الخطر واحمي نفسي انظري يا جميلة كما عدد الأقدام للدعصوقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أقدام احسنتي ستة أقدام لدي جناحا استطيع الطيران بهم سلام يا جميلة سلام أصدقاء سوبر جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة